بين يدي الجزائر مفاتيح حل الأزمة في ليبيا التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية هكذا كانت قد فسرت مجلة المجلة الحراكة الجزائرية الأمريكية على مستوى مجلس الأمنة تحاول الجزائر منذ بداية الصراع في ليبيا إقناع القوى الكبرى بأهمية الحد من التدخل الخارجي ذلك أن حلحلة الأزمة يجب أن تمر من خلال التوافق سواء داخليا أو خارجية لكن المجلة ترى أن تجسيد المقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية ليس بالمسألة السهلة لماذا؟ لأن جهودها قد تتعارض مع مصالح دول أخرى لها حضور قوي في المشهد الليبي تقول المجلة إن مواقف هذه الدول يكتنفها الغموض لكونها متدخلة عسكريا في ليبيا لمساندة أحد أطراف النزاع وتتبنى سياسة مزدوجة مما يعرقل أي تسوية ما يعقد الأوضاع أكثر من وجهة نظر الجزائر ويجعل الحل في ليبيا عصيا فوضى السلاح في ليبيا وتسرب جزء منه إلى إفريقيا وهذا تدركه جيدا آفريكم جاء التحرك الأمريكي إذن نحو الجزائر بحسب المجلة ضمن سياق إعادة إحياء المبادرة الجزائرية التي ترافع لصالح التزام الحياد بين الأطراف وعدم القفز على شرعية الحكومة الليبية وقد يكون التحرك الجزائري استباقيا لمخططات زعزعة استقرار ليبيا مما يحتاج إلى إعادة هندسة مؤسساتية لكون الجمود الراهن لا يخدم أي طرف لا داخليا ولا حتى خارجيا لهذا هناك اعتقاد لدى الجزائر وأمريكا بأن هناك دائما فرصة ممكنة لإعادة بناء سلم مستدام كي لا تتراكم أسباب القسام وتصبح حالة مزمنة على حساب استقرار المنطقة لتفادي ذلك قالت المجلة أيضا إن ثم تتصورا جزائريا أمريكيا يرى أن الحل في ليبيا قاعدته العودة للمسار الانتخابي وتحقيق عقد سياسي مع الفرقاء وقد لمست المجلة تقاربا جزائريا أمريكيا في الرؤى لا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية وعلى رأسها مجموعة فاغنر المنتشرة في عدة دول في إفريقيا بينها ليبيا ترجمة نانسي قنقر